السلام لبنات كديري لابس عليكم كنتمنى تكونوا بخير على خير المهم اليوم فاد الفيديو غادي مجدوا واحد لبيتزا كدش يغزاء للعجينة ديال هارطة يطفوه الشيشة كيف كتشفوا معايا عندي هنا لابسين مدرت فيها واحد زلافة ديال الفينو وزلافة ديال فورس مع عرقة صغيرة ديال الطقيق ومع عرقة صغيرة ديال الملحة وكنشد واحد شفية ديال الزطر وكنحكو فيديا الزعتر ولا الزعترة هاد العجينة يمكن لكم تجنغير بيديكم وكذلك ندير واحد ونصف كاس ديال الزيت العود الزيت البلدية ضروري اديك الزيت البلدية كاس عطيها واحد لهاشاشة واحد الرطوبة وغادي نزيد واحد ونصف كاس ديال الحليب الحليب يكون دافي وإلا ما عندكش الحليب يمكنك تدير واحد معي القاعد ديال النيدو وده بغادي ندور هاد شي كامل في الخلاط في العجينة بالمدافي حسنا كنتشمع لي العجينة سوف نجمو العجينة ديالنا مزيان بالمدافي ما هي قاصحة ما هي مطلقة غادي نحيدها من العجينة وغادي نزيد من دلكها بيديا مزيان وغادي نديرها في واحد الغلاف بلاستيكي حين نخلات الخمار حتى كالضاعف الحجم دياله كيف كنتشوفو معايا هنا العجينة هاي ضاعفت الحجم دياله خمرات مزيان خدات وقتها مزيان في الخميرة دابا غادي نتلقها شوية بيدين نخرج من هذا الهواء كيف كنتشوفو معايا انا رادي نضرت واحد لكوانتي تيكتيرا ديال الدقيق يعني درت العجينة بساف لانان انا غا نقسمها على جوج غا ندير وحدها مضورة وندير وحدها مربع هذه هي العجينة ديالنا غادي ندرد عليها وحد شوية ديال الفينو الفينو اللي هو طحين سبيسيال وغادي نتلقها بطل لك مزيان احتكت السمك دياله كي يكون رقيق ضروري ما تطلقوا العجينة مزيان السمك دياله يكون في واحد سنتيم لانها الاخليتوها شوية غليدة غادي نفخنكم وغيجوكم بحل خبز العجينة غا نطلقها مزيان كي غادي تشوفوا معايا كي تجي سالحة في الخدمة كي تشوفوا معايا العجينة تطلق بسهولة ما تتخدش لنا الوقت ولا تتعذبنا سافي طغية بدلاك كان تلقوها مزيان من المزيان هذه العجينة تطلق غزالة روعة وهي طريقة التي تطلقها في هذه البيتزة الزنقة يعني ضروري تطلقها فيها زيت العود أو معلقة نيدو ولا تطلقها فيها الحليب مهم هذه المكونات لا تحتاج المكونات لا تحتاج المكونات لا تحتاج المكونات على العجينة البيتزة ضروري العجينة البيتزة يجري فيها زيت العود كي تجير طبع سافي من بعد ما تلقتها وضرتها في بابي كويسون سنتقبها بالفرشة كي لا تنفخ والدفا سوفطمط 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 سوف نضع الفلافل سوف نضع الطن الطن المعلب سوف نضع الجواني بكاملة وفي الآخر نضع زيتون كحال ولا اي زيتون عندك نضع زعتر وخويت الزيت البلدية ونضع الفران باش يتحمروا والطيب سوف نضع الفران باش نضع الهاتف لا ننسى الهاتف نضع الفران بشكل حسي نضع الفران بالمطيب سوف نضع الفران حول debate قد تأتي الفران بشكل مريع فورماج الوصفة في الفران ونضيف الفران للايك واشتراك اشتراك ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر